موسيقى الدوري المصري متعة إصارة تشويق هزيمة للكبار واستقالات بالجملة الدوري المصري النهاردة بيقدم صفحة جديدة من صفحاته كلها إصارة كلها تشويق نادي الزمالك النهاردة بيخسر فيه المحلة بهدفين في سقوط جديد لفريرة اللي خلاص يتقال له باي باي الأهلي بيكسب البنك الأهلي بيبتعد بالصدارة قبل ما يروح كأس العالم للأندية الحقيقة الأصارة مش بس في نتائج المباراة ولعبة الكراسي الموسيقية ما بين الأهلي والزمالك على الصدارة وإن كان الزمالك ابتعد شوي عن الصدارة لا كمان الأندية بتسبق بعض على مين اللي يمشي مدربه قبل تاني بنشوف فريرة اللي عمل الحقيقة موسم أسطوري مع الزمالك وفاس بالدوري والكاس الموسم اللي فات بيمشي خلاص ويرحل عن الفريق فلسكندرية كمان طريق العشرة بيرحل عن سموحة إيهاب جلال بيرحل عن فاركو لعبة رحيل المدربين اللي بدأت من أول الموسم لسه مستمرة ونكملة معنا في الدوري وشكينا كده هنشوف استقالات وإقالات تاني الأيام اللي جاية حقيقة كمان الاستقالات مش بس كانت ما بين المدربين لا كمان بنشوف رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج بيستقيل من منصبه عشان لجنة الحكام بتدخل في معاناة جديدة أكتر ما هي أصلا بتعاني أهلا بكم سيداتي وسادتي في دوري الاستقالات موسيقى حلقة جديدة من رقم 10 زي ما احنا متعودين رصد وتحليل لكل مباراة الدوري المصري وكمان في العالم خلينا نبدأ بالدوري المصري النهاردة كان فيه أكتر من مطش طرفي القمة النهاردة لعبوا في الجولة الخمستوش خلينا نستعرض سريعا النتائج بتاعة النهاردة زي ما تابعنا الأهلي بيلعب معه البنك الأهلي الأهلي بيتغلب على بنك الأهلي بيهدف لمحمد شريف واحد صفر غزل المحلة بيفوز على الزمالك المطش طلع طبعا في غزل المحلة بيرامدز ويسموها اتنين واحد لبييرامدز المصري البور سعيدي وفيوتر تعادل إيجابي لألفريقين واحد واحد خلونا بقى نبدأ من حيث طبعا انتهى النهاردة آخر مطشة لعب النهاردة كان ما بين الأهلي والبنك الأهلي زي ما قلنا محمد شريف بيسجل للمرة التانية على التوالي زي ما شوفنا سجل في مطش القمة زي مالك سجل هلافين وبيعاود التسجيل في مطش النهاردة أمام بنك الأهلي في الدقيقة واحد وثلاثين محمد شريف بيعلن عن نفسه مرة تانية موسيقى الحقيقة تصرحات مرسل كولر بعد الفوز على البنك الأهلي زي ما احنا تابعنا وبنشوف تصرحات مرسل كولر دايما بتتسم ان هي بالعقلانية قال احنا كنا عارفين ان المباراة أمام البنك الأهلي ان هي مش هتكون سهلة وكون ان احنا نخلي اللاعبين ترجع تاني بدنيا وزهنيا عقب الفوز على الزمالك بـ 48 ساعة دي حاجة صعبة وكمان قال ان احنا خلقنا عدد من الفرص النهاردة نجحنا ان احنا بنسجل هدف وحيد عن طريق محمد شريف هو بيقول ان هو سعيد باللعب سعيد ان هو بيسجل المباراة التانية على التوالي بيستعيد لياقة التهديف مرة أخرى اتكلم كمان على كهربا وقال على مشاركة كهربا قدام البنك الأهلي ان هو مخلاش كهربا يشارك عشان هو اصلا كهربا كان في غياب لفترة طويلة عن اللعب فكونوا ان هو يلعبوا مرتين ورا بعض في وقت قصير صعب ان هو يعمل ده يكمان يرجعوا فيه ماتش التالت لي على التوالي خلا هو خايف على كهربا ان هو يتعرض للإصابة يعني هو بيدخل بيشرك اللعب بشكل محسوب جدا قال كمان ان هو يعني عندنا لسه وقت كبير جدا قبل نهاية الشهر علشان يتمم التعاقد مع المهاجم الجديد طبعا كل جماهير الاهلوية عايزة تعرف مين هو المهاجم الجديد قال ان في العديد من المرشحين انا هو بيقول ان دوره ان هو يرشح او يقول ان انا موافق على هذا الترشيح اما نتعاقد مع مين او لا نتعاقد مع مين كنادي الاهلي ده مش مسؤوليته دي كانت ابرز تصريحات مارسل كولر بعد الفوز النهاردة على البنك الاهلي طبعا زي ما احنا هنستعرض جدول الترتيب الاهلي بينفرد بالقمة خلونا نروح للمطش التالي النهاردة غزل المحلة بيحقق مفاجأة بيفوز على الزمالك بنتيجة اثنين واحد بيتقدم للمحلة جبريل اوروك في الدقيقة الرابعة وبعد كده احمد الندير بيسجل في الدقيقة التسعتاشر بيضيف للمحلة طبعا احمد الندري بيضيف طبعا للمحلة الهدف الثاني في الدقيقة التسعتاشر قبل ما يسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة اتنين وستين كانت من ركلة جزائر خلونا نستعرض تفاصيل الهايلايتس عن المطش التالت اللي معنا نهاردة كانت سموحة بيلعب مع بيرمز بيرمز بينجح في التغلب على سموحة اثنين واحد محمد او رمضان صبحي بيسجل الهدف الاول لبيرمز في الدقيقة ستاشر قبل ما يعادل حسين فيصل لسموحة في الدقيقة التلاتين وبعد كده بيسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيرمز في الدقيقة ستة وخمسين طيب سريعا برضو نشوف مطش اللي بعديه فيوتشار وي المصري تعادل واحد واحد تعادل ايجابي بيتقدم محمد رضا لفيوتشار في الدقيقة تسعة واربعين قبل ما يتعادل المصري مروان حمدي في الدقيقة واحد وستين دين كان ابرز المطشاط اللي اتلعبت النهاردة وتفاصيل اللي كانت فيه المباراة خلونا بقى نروح نشوف سريعا كده استعراض للترتيب في جدول المباراة النهاردة بعد انتهاء الجولة الخمسطاشر زي ما قلنا ان نادي الاهلي بيحتل فيها صدارة الترتيب طبعا كل الفرق لعبت خمسطاشر مباراة النادي الاهلي سبعة وتلاتين فرق ست نقاط عن اقرب ملاحقي في يويتشر واحد وثلاتين الزمالك في مركز الخامس والزمالك معا ستة وعشرين نقطة تحت نادي الزمالك الاتحاد السكندري وغزل المحلة اتحاد السكندري خمسة عشرين نقطة غزل المحلة خمسة عشرين نقطة معنى ذلك ان الزمالك لازم لازم يكسب المطش اللي جاي في الراوند الستاشر علشان لا قدر الله لو لو ده ما حصلش ممكن كمان ترتيب نادي الزمالك يتقهقر لمركز السادس او المركز السابع ده بالنسبة للأندية اللي في قمة الترتيب هنشوف للأسف الإسماعيلي في قاع الترتيب برصيد تسع نقاط طيب ده سريعا كان ترتيب الفرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الخمسة عشر خلونا بقى نروح نشوف أصداء هزيمة الزمالك النهاردة اه اللي حصل بيقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تفعيل القرار المؤجل من يومين بإقالة المدير الفني البرتغالي جوزبالدو فريرة وجهازه المعاون من اللاعبين الأجالب بما فيهم كمان مدرب اللياقة البدنية وكمان بيقرر نادي الزمالك بتعيين جهاز فني جديد بقيادة كابتن أسامة نبي للفريق الأول خليونا نشوف كده سريعا تشكيل الجهاز الفني الجديد اللي تم تقريره يعني النهاردة عندنا أسامة نبي هو طبعا زي ما قلنا مدير الفني مدرب مساعد حسين ياسر وإحنا كنا شوفنا حسين ياسر في المطش مطش القمة بين الأهلي والزمالك على مقاعد الإدارة الفنية لنادي الزمالك بيتعين مدرب مساعد حسين ياسر مدرب مساعد محمد صبري كمان محل الأداء محمود فايز وعايزين نتكلم هنا على محمود فايز بس خلينا نروح نشوف مدرب حراس المرمى أيمن طاهر وحيتم التعاقد مع مدرب أحمال أجنب اللي حصل مع محمود فايز إن هو كابتن أسامة نبيه اتصل بكابتن محمود فايز على أساس إن هو يكون معاه كمدرب عام في الجهاز الفني وكابتن محمود فايز أبدأ موافقته المبدئية إن هو يكون مع كابتن أسامة نبيه في الجهاز الفني لنادي الزمالك كمدرب عام لما نزل القرار بتشكيل الجهاز الفني لنادي الزمالك كابتن محمود فايز فوجئ إن هو موجود في منصب محلل الأداء فاعتذر عن تولي المهمة طيب خلونا نقول إن ده التشكيل الرسمي حتى الآن يعني ده التشكيل الرسمي حتى الآن مدير فني أسامة نبيه مدرب مساعد حسين ياسر مدرب مساعد محمد صبري محل الأداء اللي هو عتذر محمود فايز هو معناه مدرب حراس مرمى أيمنطار ويبي يتم السعي اللي هو لتعاقل مع مدرب أحمال أجنبي طيب ده بالنسبة فيما لاوصل بتعيين الجهاز الفني الجديد لجزبالدو وفريرا إيه اللي حصل وإيه كواليس إقالة جزبالدو وفريرا من تدريب نادي الزمالك خلونا نقولها كده في نقاط سريعة رئيس نادي الزمالك بيصدر بيان رسمي بيؤكد خلاله إن هو بيقيل جزبالدو وفريرا من تدريب الفريق الأول رفقة طبعا جهاز الأجنبي المعاون لي على الرغم من ذلك فريرا من تدريب إبلاغه حتى الآن بيقى القرار الرسمي يعني إيه معنى الكلام ده يعني حدنا الكلام ده من الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك عرفنا بأمر إقالة جزبالدو فريرا من تدريب نادي الزمالك عن طريق زي ما قلنا صفحة الرسمية عن موقع التباصل اجتماعي فيسبوك لرئيس نادي الزمالك معنى ذلك إيه معنى جزبالدو فريرا حتى الآن لم يتم إبلاغه بشكل رسمي بأمر الإقالة على الرغم من ذلك فريرا لم يتم إبلاغه زي ما قلنا بينتظر طبعا مسؤولون نما يرجعوا القاهرة هما طبعا في المحلة بعد المتش منتظرهم هما يرجعوا للقاهرة عشان يعودوا مع بعض يتم الاجتماع به وإبلاغه بالقرار بشكل رسمي ده فيما لوصله بإيه بالزمالك خلينا نروح لجزبالدو فريرا والمحامي بتاعه هو أعتقد كان عنده يعني إرهاصات كان بيستشف أن في اتجاه داخل نادي الزمالك أنه يتخلى عنه أنه يقيله على إيات حال هو طلب المحامي بتاعه محامي بورتغال البرتغالي الخاص بي أنه يحضر القاهرة زي ما قلنا أنه كان متنبأ بالموضوع منذ بداية مباراة مباراة بيرمدز اللي كانت في كاس مصر كان عنده تحسب توجس أنه هو حيرحل عن تدريب نادي الزمالك في أي لحظة فريرا بيرغى في وجود المحامي الخاص بي لحساب المستحقات المتأخرة لعند نادي الزمالك بجانب طبعا قيمة الشرط الجزائي إيه هي المستحقات إيه هي القيمة الخاصة بالشرط الجزائي هو المفروض وفقا ليه أتعقد لراتب ثلاث شهور ده الشرط الجزائي لو تم قلته من تدريب نادي الزمالك احنا متكلم تقريبا فيه 321 ألف ألف دولار كمان بجانب الشرط الجزائي فريرا لم يحصل على راتب بتاع الشهر اللي فات أكيد طبعا حيطالب بيه أثناء الجلسة مع محامي ومع مسؤولين نادي الزمالك طيب على أي حال ده بنقول إيه الكواليس الخاصة بإقالة جوزفالدو فريرا خلونا نروح ليه وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة طبعا ألف ألف مبروك كابتن وائل على الفوز ده شايف المتش إزاي هزيمة نادي الزمالك قطبة من أخضاب الكرة المصرية ده حاجة وإداء غزل المحلة في المباراة كان شكرا عامل إزاي أهلا بحضرتك صدر جائي والحمد لله طبعا على فوز لغزل المحلة النهاردة طبعا احنا بنتكلم عن فرقة كبيرة زي فرقة نبي الزمالك فرقة طبعا بنقل لها كل الاحترام والتأدير طبعا ما ننكرش ان احنا كنا عاملين طبعا حساب كبير جدا لنادي الزمالك وكنا مقدرين طبعا ان هو كان خارج من ماتش البي النادي الآلي فان احنا ده كان يعني ممكن يكون حافظ لنا اكتر ان احنا يعني نقدي بالصورة لحدث اليوم كل لعبها كل لعبها طبعا يعني هو الماتشات الكبيرة ما بتبقاش يعني محتاجة قوي الاعداد الزهني والتحفيز ما بتبقاش محتاج اللعب اللعب بيبقى بالفطرة الماتشات الكبيرة ذا الاهل والزمالك بيبقى يعني عنده حافظ اكبر وانه يلعب بالتوفر متاوي فالحمد لله الولاد كان عند حساب الظلم النهاردة وقدوا بالصورة للجماهير كلها متوقعها طيب كابتن واقل غزل محلة في تقريبا منطقة الدافئة هو اعتقد احنا في مركز السابع لو انا متخيل يعني احنا بنقعد مع اللعيبة بنكلبهم بنقولهم ايه يعني لو حبيب بتتكلم على التحفيز قبل مواطش زمالك انا بتكلم على التحفيز بشكل عام لعب على الجزء النفسي من اللعيبة يعني بنقعد معهم لقولهم الله احنا عايزين نفنش الموسم مثلا واحنا في الاربع الكبار هل ده بتم مع اللعيبة والله بص حضرتك طبعا يعني هي كانت مراحل عدة تعنينا خلال العين او خلال السيزون ده طبعا كانت مرحلة الاولى كان مع مستر فاسيليو كانت يعني كان فيه مرحلة الاولى خالص كانت ماشية بشكل يعني كان فيه تقريبا انا خمسة فوز وواحد تعيد وواحد خسارة فكان طبعا الطموحات والتوقعات كانت وصلت لمرحلة يعني كبيرة جدا عند ادارة النادي والولاد والجماهير حصل بعض يعني هنقول اخفاقات بسيطة حصلت او ضرب بسيط حصل لكن الحمد لله يعني باستمرار كابتن عبدالباقي والجهاز بتاعه اللي بنمكن له كل تقدير واحترام على عودة الروح التاني للعيبة وديكت اهم نقطة من النقاط اللي اثرت في اداء اللاعبين الخطرة اللي فاتت عودة الروح اللي يمكن برضو اثرت في ضرب اللي حصل يعني عودة الروح دي احنا الغزل المحل النهار ده فيز على الزمال اللي كان اعتخد فيه مكافأة للعيبة طبعا المكافأة مستمرة يعني لا تقصر ابدا في حق اللاعبين لحد الحمد لله لحد مباراة ومباراة المصري اللاعبين وصلت لهم مستحقتهم بشكل مستمر لا ده حاجة طبعية كابتن لا بالزبط لا لا انا مكلمش عن كيه طبعا انا مكلم على مكافأة استثنائية يعني 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 هي يعني هي المكافأة طبعا اكيد فيه مكافأة استثنائية لكن احنا الفرق دي لها دايما اللاعب حتى من ايام ما احنا كنا بنلعب اللي بيبقى لها طبع خاص فأداءنا في المباريات وكمان لها فرحة خاصة بعض المباريات لو ربنا كرمنا وكسدنا فده بيبقى دي المكافأة الاكبر ودي المكافأة اللي بتديها النهاردة اللعيبة ليجا مهيرها مش محتاجين اكتر كمان المكافأة المادية لا ده هما اللي بيدوا المكافأة الجبير والإزدارة النادي طبعا عظيم جدا احنا خلاص يعني قابق أوسين أو أدنى ان المركاتو الشتوي يخلص خلاص يناير هو يعني شارف على الانتهاء احنا اسمعنا ان غالبا ان في ملاعيبة هتطلع من نادي المحلة تحديدا كابتن عبدو يحيى مهاجم الفريق هينتقل لمصر بورسعيد كلام ده حقيقي ولا إشعاة يعني اقول لحضرتك احنا طبعا اشتغلنا على الملف بتاع الانتقالات الشتوية يعني طبعا احنا جدنا حاذب مرسي من نادي اسماعيل وجدنا احمد رضا اللي شارك النهاردة اخر نصف ساعة ايوه اه ما شاء الله اللي لقيت كويس جدا حتة ولسه احنا مستمرين يعني لسه قدامنا حوالي اسبوع في موضوع الانتقالات الشتوية وربنا يوفقنا برضو يكون في صفقة او اثنين كمان ده ان شاء الله يعني حتى الان وكان طبعا في من بداية المركات الشتوية كان فيه بعض التفاوض مع بعض الاندية على كان عبدو يحي وكده وطبعا في بعض اللاعبين الاخرين لكن يعني لحد الان التفاوض كان فيه تفاوض اقوى على فلوس وصل لغاية فين التفاوض ده وانا كاب نعم وصل لغاية فين يعني مجرد ابداء بس فقط رغبات ولا المنضوع وصل لي يعني نكلم على بنوط تعقدية لا لا وصل لعرض مادي من عندنا وعرض مادي من النادي الاخر ما وصلناش للاتفاق هو يعتبر للان الموضوع متجمد وما وصلش للمرحلة النهائية عظيم مدير الفني ليه غزل المحلة مكمل اكيد كابت عبد الباقي اثبت للجميع انه هو مدرب كبير وتولد قلنا منضوع ان جوزفالدو فريرا ما كانش حتى الان ما عندوش علم بشكل رسمي او ما عندوش خبر رسمي بان هو يتم اقالته اتعرف بموضوع الاقالة عن طريق البوست الذي نشر على صفحة المدير او الرئيس نادي الزمالك الاكاونت الخاص بتاعه الرسم طيب عايزين بقى نستعرض سريعا كده جوزفالدو فريرا مع الزمالك عمل ايه في الموسم الحالي جوزفالدو فريرا لعب عشرين مباراة طبعا الموسم الحالي مش بنكلم فقط على الدولة المنتهزة كرة القدم لا نكلم على كل البطولات اللي شارك فيها جوزفالدو فريرا في الموسم الحالي مع نادي الزمالك لعب عشرين مباراة فاس في حداشر تعادل في خمسة واتغلب في أربعة يمكن الهزائم اللي يعني اللي مني بيها نادي الزمالك كانت خسائر شوية يعني بنسميها كده يعني مش كاريسية يعني كانت بيتغذرب مثلا من نادي الأهلي وده اتغلب من أسوان اتغلب من غزل المحلة أثرت طبعا مشاكل كبير جدا على ترتيب نادي الزمالك في جدول الترتيب زي ما شفنا تابعنا الجدول الترتيب الزمالك في المركز الخامس طبعا قبل كده خسر السوبرمن الأهلي فريرا مع الزمالك فريق نادي الزمالك سجل تلاتة وتلاتين هدف واستقبلت شباكه خمستاشر هدف طيب ده جوزفالدو فريرا مع نادي الزمالك في الموسم ده طيب لو عملنا بقى كده يعني حصر سريع لولاية جوزفالدو فريرا التانية لنادي الزمالك هو لعب توتل لعب واثنين وخمسين مباراة فاز في اتنين وثلاتين تعادل في احد اشر وخسر في تسع مباراة نادي زمالك سجل خمسة وثمانين مباراة واستقبلت شباكه واحد واربعين هدف طيب ده زي ما قلنا كده سريعا جوزفالدو فريرا كلمنا عن الكواليس الاقالة اتكلمنا عن جوزفالدو فريرا بشكل عام مع نادي الزمالك وارقامه طيب خذونا نروح بقى لعدوى الاستقالات او عدوى الاقالات نتكلم على الاستقالة تانية اللي معانا النهاردة ايهاب جلال اللي قدم النهاردة الاستقالة بتاعته من تدريب نادي فاركو شفناه خسر اه امبارح قدام امبي بهدف نظيف في الدورة الممتاز ايهاب جلال كده خارج الدورة المصري حتى نهاية الموسم ليه عشان هو لا يحق له تولي تدريب اي فريق اخر ده طبعا بموجب اللوايح اي اي مدير فني يبقى رغبته ان هو يمشي من الفريق يعلن عن ان هو عايز يعني يستقيل من الفريق موجب اللوايح خاصة بي الاتحاد ان هو لا يحق لي ان هو يتولى مسئولية ادارة فنية لاي فريق في الدورة المصري حتى نهاية الموسم ده لو ايه ده لو الاستقال مش اقيل طيب خلونا نروح نشوف مشوار كابتن يهاب جلال من ابريل 22 ليناير 23 وحنشوف كده ايه بعض المفارقات خلينا كده نشوفها سريعا من ابريل 22 يهاب جلال محافظ طبعا الالقاب يتولى الادارة الفنية لمنتخب مصر يونيو 22 احنا ابريل هو تعين تقريبا في اخر ابريل قعد مايو يونيو بيتم اقالة كابتن اهاب جلال من تدريب انتخب مصر طيب احنا في يونيو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر سبتمبر كابتن اهاب جلال بيتولى الادارة الفنية للمصري البورسعيدي بيقعد سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر هو طبعا ده كده في نوفمبر يعني اقيل واحد ديسمبر يعني نكلم في نوفمبر احنا كده كامل سبتمبر اكتوبر يعني تقريبا نكلم في شهرين ثلاث شهور ثلاث شهور بيتم يقالة كابتن اهاب جلال من مصري في السبور السعيدي في نفس الشهر سبعتاشر ديسمبر بيتولى المسئولية الفنية لفاركو احنا بيكلم في سبعتاشر ديسمبر يعني قاعد ديسمبر وي يناير يعني قاعد تقريبا شهر وي كم يوم بيعلن عن استقالته من فاركو التنقلات احنا من ابريل ليناير يعني ابريل تقريبا نحن نكلم في كام سبع ثمان شهور تقريبا آه ثمان شهور بيتولى ثلاث فرق انتخب الوطني بورسعي المصري بورسعي ديو وي فاركو ثلاث رق كتير طيب هل احنا كده وقفنا الاستقالات بتاعت النهار ده لأ لسا عدوى الاستقالات او الاقلات مكملة معانا بتصيب المرة دي كابتن طارق العشري اللي بيعلن عن رحيله عن تدريب نادي السموحة بعد نهاية مباراة بيرمتز النهار ده في دوري المصري اللي انتهى طبعا بفوز بيرمتز بهدفين مقابل هدف كابتن طارق العشري اكد ان هو هيجتمع مع المسؤولين في سموحة بكرة علشان يعودوا يتفقوا على ازاي يتم انهاء التعاقد هيتم طبعا رسال خطاب من النادي لاتحاد الكرة عشان يقال من التدريب او يتم بعد ما يتم يعني الاتفاق على استقالة الكابتن طيب خلونا نروح بقى نشوف لي خبر طازة جيّة دلوقتي حالا من نادي سيراميكا كليوباترا اللي قررت كمان نارده جماعة فيه حاجة غريبة نارده كله اقالات او استقالات سيراميكا كليوباترا قررت ان هي توجه الشكر للكابتن احمد سامي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم اكتفت بالفترة اللي اضاها كابتن محمد سامي مع سيراميكا كليوباترا او احمد سامي كابتن أحمد سامي طبعا هزال لكم أن هما إدارة سيراميكا كيلو باترا جددت التعاقد مع كابتن أحمد سامي من أسبوع النهاردة بيتبلغوا أن هو شكرا حضرتك مش مكمل معانا إدارة سيراميكا كيلو باترا قالت أنها اتفقت مع كابتن أحمد سامي على فسخ التعاقد بالتراضي في إطار العقاة الطيبة ما بين الطرفين إيه كواليس الخبر؟ أكيد حنعرف يعني مش طبيعي برضو أن إدارة سيراميكا كيلو باترا تكون مجددة التعاقد مع كابتن أحمد سامي من أسبوع والنهاردة تقوله شكرا فأكيد المنضوع فيه كواليس طيب خلونا نروح لدي الإسماعيلي علي أبو جريشا أو كابتن علي أبو جريشا يعني بيقترب من رئاسة لجنة تسيير الأعمال طبعا أبو جريشا فكت الكرة المصرية الزملة بيقولولي طبعا فيه الكنترول كيدي واحد فيهم إسماعيلاوي أو بشجع نادي إسماعيل عليها تحال هو خلاص يعني بيقترب من تولي مسؤولية إدارة نادي إسماعيل لمدة ست شهور فترة انتقالية لغاية ما يتم إجراء الانتخابات من المنتظر أن يعلن وزير الرياضة القرار خلال الساعات القليلة القادمة النهاردة اتكلمنا عن الإقالات والاستقالات في الدولة المتحدة لكرة القدم بإحنا كده عندنا إيه فريرة وعندنا طرق العشري وعندنا أحمد سامي وعندنا مين كمان يا شباب في حد كمان إحنا قلنا طرق العشري وأحمد سامي وإيه إيهاب جلال تمام وقلنا قبل يهم فريرة عظيم جدا ده فيما لوصله إيه بي المدراء الفانين الذين أقيلوا أو استقالوا المنضوع وقف لغاية كده ما وقفش لغاية كده في منتصف النهاردة بيصدر كلاتنبرج بيان ألفي إنه أو مش كلاتنبرج اللي أصدر بيان بعتذر ده اتحاد الكورة اللي أصدر بيان ألفي إيه قال إن هو بيؤكد على دعمه الكامل لمارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام وإن هو بيرغب اتحاد الكورة بيرغب إن كلاتنبرج يكمل معاه وقال حاجة كده غريبة شوية قال إيه قال إن هو مش عارف يوصل لكلاتنبرج بيتصل بيه وكلاتنبرج قافل الموبايل بتاعه اتحاد الكورة مش عارف يوصل لكلاتنبرج تمام؟ تمام بعد البيان اللي صدر من اتحاد الكورة قال بساعات يعني على آخر النهاردة اتفاجئنا كلنا باستقالة البريطاني كلاتنبرج من قيادة لجنة الحكام المصرية خلونا نروح نشوف بقى الكواليس بتاعة استقالة كلاتنبرج من من رئاسة لجنة الحكام المصرية خلونا نشوف إيه الحكاية طيب رقم واحد كده في أغسطس 2022 بيعلن اتحاد الكورة انه بيتعاقد مع الانجليزي كلاتنبرج لي عشان يطور التحكيم في مصر ده بعد استقالة كالتنا صام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام طيب تم الاتفاق مع مارك كلاتنبرج على الراتب الشاري الشاري بتاعه انه يكون 35 ألف دولار شهريا خلونا نتحدث في موضوع دولار ده بعد كده 35 ألف دولار شهريا وبيحصل على 70 ألف دولار راتب شهرين كمقدم تعاقد بيتم خصم المبلغ على دفعات طول أو طوال مدة التعاقد التي كانت موسم واحد ده رقم واحد رقم اتنين وده من وجهة نظر الاتحاد بيقول ان هو بصمات كالتنبرج لم تظهر بوضوح على حكام المصرين ليه؟ علشان اتحاد الكرة بيقول ان كلاتنبرج او لجنة الحكام بتقول ان كلاتنبرج كان أجازاته كتيرة سفرياته كتيرة ونهو بيكتفي بتحليل الحالات التحكمية المصيرة الجدل اسبوعيا كان من أبرز استعليماته للحكام ان هو يقلل احتساب الأخطاء في حالة الاتحاد ما بين اللعيبة والعمل على استمرار اللعب دون تعطيل التعطيل بالصفرة زي ما كنا بنتابع التداخلات بتاعة مارك لاتنبرج لما بيكون مثلا في مشكلة في حاجة حالة تحكمية هو كان بيعلق على الحالة دي وبيقول صح خطأ ولو خطأ المفروض يحصل ايه؟ في تسجيل صوتي طبعا طيب ده احنا قلنا ده رقم اتنين رقم تلاتة بقى تلاتنبرج خلال فترة التواجد صحته كان بيعمل على حاجة ان هو من ضمن الحاجات يعني اللي هو اشتغل عليها ان هو يقل للمدة التواصل ما بين الحكم بتاع الساحة والحكم بتاع الفيديو ده علشان هو مش عايز يعطل اللعب كتير قبل ما يحتسب طبعا القرارات التحكمية هو لم يستكمل طبعا المهمة بتاعته بسبب كسرة الأزمات في الفترة الأخيرة وهنا نتكلم في المنضوع ده شوية رقم أربعة خلال الفترة بتاعت تواجد كلاة كلاةنبرج في اتحاد الكرة كلاةنبرج عامل ايه بقى عايز يتخلص من الرجالة بتوع كابتن عصام عبدالفتاح في لجنة التحكيم بيجبرهم على انهم يقدموا الاستقالات بتاعتهم وأكد أو بيحاول انه يوصل لمجلس الجبلين هو مش محتاج الرجالة دول على رأسهم مين بقى؟ على رأسهم سيد مراد اللي هو كان مسؤول أصلا عن تقنية الفار تمام كده؟ تمام طيب المنضوع خلص؟ لا لسه مخلصش كلاةنبرج بيرفض ترشحات مجلس اتحاد الكرة علشان يشكل لجنة الحكام الجديدة كلاةنبرج طلب مهلة علشان يقيم يشوف يدرس ايه الأسماء اللي ممكن يرشحها في اللجنة قبل ما يشكل قبل ما يشكل اللجنة دي تمام؟ طيب اكتفى مين؟ اكتفى بأحمد ابو العلا فيه منصب مدير اللجنة بس بعد شكاوي الاندية من التعينات بتاعت الحكام بجانب تكرار وقعة غريبة شوية وهي ان بينسى كلاةنبرج او لجنة الحكام برئاسة طبعا كلاةنبرج بتنسى ان هي تعين حكام في دور القسم الثالث والناشئين يعني الفريقين بيروحوا ارض الملعب وبيفاجروا انه مفيش حكام فين الحكام وعليش لجنة الحكام نسى تعين وعن الفكرة ده حصل يعني ده مش مش اضحوكها يعني لا ده فعلا حصل يعني اللعيبة جت في دور الدرغة القسم الثالث والناشئين اللعيبة نزلت قدر الارض الملعب وما فيش حكام اتصروا حكام قبليها مثلا بساعة ولا حاجة عشان يجيبوا يستخدموا حكم علشان يدير اللقاء على اية حال بيوافق كلاة تنبرج على تشكيل اللجنة طبعا بعد ايه بعد الضغوط الشديدة بس هو كان ليه شرط ان هو ان يكون رئيس اللجنة وهو يرفض تعيين نائب ليه ما كانش عايز نائبيه طيب ده رقم اربعة خش في رقم خمسة بيقاب القرار كلاة تنبرج ان هو مش عايز يعين نائب ليه بجانب طبعا استمرار مشكلة التعينات اصلا وبجانب استمرار او مشكلة جديدة مشكلة الاستقالات في اللجنة الجديدة كمان وتحديدا محمد فاروق وتامر دوري بيستجيب الانجليزي مارك كلاة تنبرج للضغوطات مرة اخرى بيوافق ان هو يعين محمد فاروق نائب ليه بس يشرف بنفسه على التعينات بس طبعا لم يتمكن من ذلك ابضى غضبه من الهجوم عليه بيسيب مصر ويقدم استقالته بشكل رسمي طيب ده اللي عمله كلاة تنبرج فيه خلال استعراض سريع كده وديه الاخبار اللي عندنا طيب خلونا نروح بقى نشوف ايه الكواليس بتاعتنا كواليس الازمة ما بين كلاة تنبرج وما بين اتحاد الكوبرى قبيل تقديمه للاستقالة طيب خلونا نروح بقى نشوف بداية الازمة بتاعت كلاة تنبرج مع مجلس اتحاد الكورة كانت بسبب ايه كانت بسبب عدم رخم واحد تفرقوا للجنة الحكام زي ما قلنا سفرياته الكتيرة خارج مصر كان بيعمل هو مستشار تحكيمي للربطة الاندية في اليونان حصل على اجازة لمدة شهر خلال بطولة كأس العالم 22 في قطر ووفقا لي العقد مع مع كلاة تنبرج الاجازة دي كان مفروض اجازة غير مدفوعة الاجر تاني ده كلام او الكواليس دي من وجهة نظر مين اتحاد الكورة اثناء وبعد كاس العالم حصل اكتر من وقعة كان نتيجة الوقعة دي ان غضب ما بين اعضاء المجلس من كلاة تنبرج زي ما قلنا ان هو اخطاء فيه تعينات الحكام تكرار نفس الحكام لمباريات اندية معينة كمان الوقعة اللي هي الغريبة ان هو كان بينسى يعين حكام لبعض المباريات فيه دور الناشئين قسم الدرجة الثالثة والناشئين ده خلى المجلس ان هو يجتمع بكلاتنبرج ان اجتماع صراحة عاصف شوية ويطلبه ان هو يركز مع الحكام وهي يقلل شوية من السفريات بتاعته بس ده ما حصلش تمام تمام طيب نروح بقى شوية دي الاخطاء التحكمية هل انتهت الاخطاء التحكمية الاخطاء التحكمية استمرت بعد الجلسة ما بين الاتحاد وكلاتنبرج وده اللي دعا الربطة ربطة الاندية علشان يعملوا اجتماع مشترك مع اتحاد الكورة وكلاتنبرج اجتماع بحضور ربطة اتحاد الكورة ولجنة الحكام واتحاد الكورة زي ما قلنا اجتماع ده كان عاصف لتم تعنيف الخبير الانجليزي مارك الفارق ما بين الحكم المصري ما قبل كراتنبرج وما بعد كراتنبرج وقبلغ دليل انه احنا مفيش تقريبا لو انا زاكر لو انا متذكر فيش ولا حكم مصري شوفنا في كاس العالم فده بيدي انديكيتور مؤشر انه مفيش تطوير حصل طول الفترة ديا في اداء الحكام على ايات حال الاجتماع ده كان زي ما قلنا كان غاض وكان عاصف كان فيه غضب بيقرر انه بعد ما تم توجيه الهجوم ليه انه بيسيب الاجتماع وبيطلع يمشي كابتن حزم يجري قراء يجيبوا يرجعوا تاني علشان يستكمل الجلسة تمام تمام في نهاية كلاة ميرك بقى في نهاية جلسته مع الاتحاد والربطة بيطالب براتب شهر نوفمبر ودسمبر طبعا اتحاد الكورة بيقوله انه هو ملهوش حقية في ده بناء طبعا على العقد والعقد شريعة المتعقدين ليه علشان هو اصلا كده كده سافر زي ما قلنا علشان يحل المباراة كأس العالم لأحدى القنامات الاجنبية وده يعني تسبب فيه غضب ليه مارك كلاة مبرج عشان عقده بينص على عدم حقية راتب نوفمبر فقط شهر واحد فقط مش شهرين تمام بيتعرض كلاة مبرج لهجوم وانتقادات لزعم المسؤولية اللندية من مسائل الاعلام فضلا عن تسريب بعض الامور الداخلية الخاصة بلجنة الحكام اللندية والاعلام رغم انهما فيه مطالبات من اتحاد الكورة بحمايته يعني مفروض الاتحاد الكورة ده وفقا ليه رأي كلاة مبرج انه هو يرد بالنيابة عنه بس فيه اتحاد الكورة تجاهله تمام سالسا كلاة مبرج علم من بعض المقربين منه الاتحاد الكورة بيمر بازمة مالية وحيفوضه خلال ايام علشان خصوله على الراتب بتاعه اللي احنا قلنا بالدولار بس بالجنيه المصري يقبض الراتب بتاعه بالجنيه المصري عرف الكلام ده بالاضافة للأزمات بالاضافة للغضب قرر انه هو يقفر التلفون بتاعه وانه هو فجأة يعلن الاستقالة بتاعه طبعا ما يردش على اي من الاتصالات من اتحاد الكورة ويفوض وكيله علشان هو يتواصل معهم وينهي الامر مع تقديم استقالته بشكل رسمي كواليس كتير هنعرفها من كابتن جهاد جريش الخبير التحكيمي كابتن جهاد يا صباح الخيرات صباح الخير على حضرتك وعلى كل اهلا بحض ايه اللي بيحصل لبنى الارضة يعني اقالات او استقالات حتى كمان كلاتنبرج سابنا ومش ايه الموضوع بص هو تجربة كنا كلنا انا واحد من الناس كنت مؤيد لها ومستوى شرفاء خير عشان التحكيم المصري كنت بتمنى طبعا للتوفي لانا في الاخر قلت ان التحكيم المصري بقى لنا 3-4 سنين من سي الأسوأ وبالتالي كنا محتاجين حد يخرجنا من نفق المصري اللي احنا ماشيين فيه بالتحكيم المصري الـ 4 سنين اللي فاته وحضرتك كنت بتدعم الرجل يعني قلبا وقلبا انا ما حاجنة مش مع مارك انا كنت مع التحكيم المصري قلبا وقلبا لا على التجربة يعني نحن نجيب خبير أجنبي ايجي اجني بقى خبير خبير أجنبي خبير مصري خبير عربي خبير المصري لكن في الاخر احنا محتاجين ناس محترفة نشتغل للتحكيم المصري بدون اي غرد تمام لان احنا جربنا الهواية احنا العف tempted جربنا الفشرة فات دي وده مش موجود في حتة في العالم اللي في مصر وظيفة تانية يعني عشان بس يعني هو يكون مثلا دكتور أو محامي احنا محتاجين نبا زي الجزائر بس ده بيحصل لكابتن جنادي يعني بفضل يعني بنشوف حكام حكام يعني معروفين يقول لك والله ده أصلا كمدرس أو أصلا مش عارف دكتور أو أصلا محاسم دول الحكام يا صدر رجاء بكلام عن لجنة الفعال لجان الحكام بكلام عن لجان تمام لجنة الحكام في كل حتة في العالم دلوقتي حاليا زي استغطأ لجنة محترفة بالكامل تمام يعني مابيش لجنة موجودة في لجنة هاوي ماباش موجود في قطر لجنة محترفة بالكامل في الإمارات لجنة محترفة تمام في الجزائر حاليا من جمال حمودي بجنة محترفة خل يعني محترفة هي انا Μعم process meeting هم لجنة محترفة الناس دي ما عمدوا ليش شغل لتحكمه بس احنا معمناش ده في مصر النهاية على فكرار جبنا خبير أجنبي ومع ناس مش محترسين برضو خلدي بالك اللي موجودة لأعضلة لجنة الحكام اللي موجودة كلهم عندهم شغلهم غير التحكيم وده على فكرة مش هيصبوا في صنحة تحكيم المصري انا بتكلم على الصارح العام والمصلحة العامة ان اتحاد المصري لكوتر القدم الاختيار اللي جاي لازم احنا على سكرة لاحظة لجنة الحكام خمسة مش محتاجة لأحصر من خمسة بس خمسة محترفين خمسة قاعدين للتحكيم المصري للنهار يشتغل للتحكيم المصري عشان نبني لان احنا لما التجربة دي عملناها وبدأت بيها 13-15 اسبوع ما اضفتش جديد تحكيم المصري هو ده اللي كان حصل خلاف بعد جنة الحكومية ومستخدم قاعدوا الاجتماع العاصف اللي انت تتكلم فيه ده كان سبب نهاية المشوار مع مصري طب ممكن اصل السؤال خبيث شوية يا سجاج على اي اساس ايه هي المعايير الاتحاد الكورة قال والله احنا هنستقدم خبير تحكيمي من بره عشان يتولى مسئلية التطوير ايه هي المعايير اللي احنا حطناها في اللجنة علشان بناء عليها نستقدم الخبير التحكيمي يا كابتن جاد هو المعايير الاساسي اللي كان الاتحاد الكورة اتكلم فيه ان احنا محتاجين خبير مش مصري عنصر اجندي جيجا على تحكيم المصري وبالتالي حيب متجرد من كل من كل الضغوط اللي مكتبة موجودة داخل الدور المصري وبالتالي ممكن يطور التحكيم باريحية عن اي حد مصري ده كان وجهة نظر اتحاد الكورة في الوقت اللي تم فيه اختار الخبير الاجنبي يعني يكونوا يعني يكونوا حد اجنبي ده يديلوا ان هو خد كده كارت بلانش ان هو يقود منظومة تحكيم المصري الحكيم الاجنبي لما يجيلك مصر بياخد خمسين في المية بنسبة نجاح قبل ما يجيلك ده باسمه اجنبي وبالتالي حتى لو اخطأ هتستحمل خطأ وغير الحكيم المصري نفس الكلام الخبير الاجنبي اللي جاي عشان يديل التحكيم بياخد برضو خمسين في المية اريحية مع كل اندية مع كل مسؤولين الراجل ده جاي ما يعرفش حاجة وما يعرفش حد واجاي دير تحكيم المصري هو كان المسؤولين بصوا من منظور ده انه ممكن الراجل ده بنسبة خمسين في المية نجاح هيضيف عليها بقى الشغل اللي هيشتغله عشان يوصل النجاح اللي كل الناس كاتمستنية او كل الناس كاتمتوقعة ده ما حصلش على عرض الواقع وبالتالي هنتكلم دلوقتي في أزمة في التحكيم المصري لازم تحل يعني نرجعنا تاني المربع صف الناس اللي موجودة في التحكيم المصري لازم يصد رجاء ايه الناس تفكر باحترافية في التحكيم المصري بمعنى لازم يجي لانية حكام محترفة تشتغل 24 ساعة للتحكيم المصري محتاجين شغل كتير عشان التحكيم المصري نحس التطوير فيه التطوير مش كلام او التطوير فيديوهات التطوير شغل على الارض مع الحكام عشان نحس في الآخر بنتيجة ايجابية على التحكيم المصري يعني كابتن جهاد لو انا عايز اقول في الدول المحلي اللي فيه تحكيم الناس هتقدي اسبوع واثنين وثلاثة واربعة من غير مشاكل المرضود ده هتلاقيه اوتوماتيك اوتوماتيك هتلاقيه فيه حكام مصريين موجودين في المحافر الدولية هنوصل نرجع تاني زي ما كنا بنفكر نرجع حكام مصر كاس العالم ده هيحصل بالخطوات دي انا اخدها باحترافية خطوة خطوة عشان نوصل للتحكيم المصري يرجع تاني للمحافر الدولية طيب كابتن جهاد حدك لو قلنا كده روشتة ليه وحدك طبعا بصفة الخبير تحكيمي مصري يعني ليك باع في التحكيم لو عايزين روشتة لإصلاح التحكيم المصري يعني بتقول فقط منضوع التفرق الاحترافية من قبل الحكام المصريين عشان يديروا منظومة التحكيم المصري بتكلم على المنظومة نفس رقم واحد رقم اتنين تطوير الحكام المصريين وانا قصدي هنا بالتطوير ان احنا نشوف الحكام المصريين في كسل العالم على الاقل دي حقيق دي حقيق فهذاك فقط موضوعا ان احنا نجيب خبراء التحكيم او اللي مسكين لجنة التحكيم يكونوا فقط متفرغين هو ده فقط اللي حي اللي حينهض بالتحكيم المصري من العصرة بتاعته لا مش فقط دي بداية الاختيار نحصن الاختيار الاول نختار الاشخاص المناسبين عشان يديروا المنظومة يديهم الامكانيات اللي تم اتحتها للحكم للخابير الاجنبي عشان ينجحوا اي امكان بقى مصري او غير مصري اللي جاي التاني حاجة انت لو عايز تجيب خابير بقى اجنبي هات خابير اجنبي يدي محاضرات وكورسات ويسافر ما فيش مشكلة هو بيجي بقى يدي خبراته مع اللجنة اللي موجودة ويسافر خابير اجنبي مش محتاج يعني مارك ده كنت محتاجه يدي محاضرات ويمشي بعد كده ممكن يجيب بوساكة من الاتحاد دولي يدي محاضرات ويمشي بعد كده ممكن تجيب حد خابير من اما تاني الحاجات دي بتحصل كورسات ومحاضرات غير كده الشغل على الارض يومي يومي في التحكيم احنا عندنا حديك مثال بسيط خالص صور رجائي عنده في الاتحاد الجزائري اختاره جمال حيمودي ودائف تنجة حكام رجل دولي للكاس عالم وجابه معاه خبير تطوير مش مقيم بيجيله كورسات اللي هو كيمي شونك رجل مشروط التطوير في الاتحاد الافريقي اللي هو الاتحاد الدولي وبالتالي جابه حد موجود طول الوقت بس في الاخر يدسلق في عنصر التطوير وفي نفس الوقت موجود لجنة محترفة موجودة جمال موجود معاه مجموعة محترفة قاعدين كانت ناجي جويني في قطر نفس الكلام مجموعة محترفة شغلهم كله التحكيم خمسون سنة في قطر عمل طاقم تحكيم قطري كامل في كاس عالم هيستمر الكاس العالم اللي جاي واللي بعده قطر موجودة بكاس العالم بطاقم تحكيم كامل الكلام ده ما جاش في يوم والليه الكلام ده جاف سنين شغل وطاق يعني على الجملة تطوير وبالتالي بتلاقي النتيجة بتآخر على الارض احنا لازم نبدأ الجملة دي وناخد خطوة ايجابية التخطيط 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 باحترافية من بداية لجنة الحكام لازم تشتغل على الارض باحترافية يعني اشكرك شكرا جزيلا كابتن جد جريش الخبيل التحكيمي طبعا حيك اثرت حاجة مهمة جدا يا جماعة ما فيش حاجة بتفشل لو وراها ناس بتقعد تفكر استراتيجيكلي استراتيجيا لو الناس بتفكر ان هي بعد خمس سنين عشر سنين عايزة تشوف الايه حيوصل لايه حينجحوا قطعا حينجحوا قاية حال خلان نروح لفاصل ونرجع بقى من الفاصل لمحلين هنصدف محمد جمال ومحمود شاكر هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا في مباراة الدورية المصر ارجوكم قو معنا موسيقى يا صباح الفل رجنا لكم مرة تانية عندنا بقى كوليس كتير نتكلم عليها فيه مشاط النهاردة بينضم لنا محمد جمال ومحمود شاكر يا صباح الفل صباح الفل خلونا طبعا انتو عندكم بقى حالات هنتكلم عليها بالتفصيل طبع جمال عندك مقارنات كمان هنتكلم عليها وعندك حاجة على منضوع كابتن قسامة نبيه برضو المشاهدين يحبوا يعرفوا الجدل على المنضوع اللايسنس بتاعة كابتن الشامر نبدأ بايه بالزمالك نبدأ بالزمالك طيب جمال النهاردة الزمالك شايف الأداء بتاعه مش النهاردة فقط النهاردة وننتكلم على تقريبا ده المطش الخامس السادس في 20-20 السادس ليه تمام شايف الأداء بتاعه وشاكر عامل مشاكل الفنية كتير جدا في الزمالك تغييرات اللي كان بعملها فرارة كتير جدا في الزمالك المشاكل لم تكن مقتصرة فقط على فرارة وعلى الشغل الفني بتاع الراجل لكن هو يتحمل جزء كبير منه تغييرات كبيرة عملها خلال الفترة اللي فاتت على صعيد الإطار الفني كمان الأمور ما كانتش ماشية بشكل جيد ما بين فرارة من خارج الإطار الفني أثرت على ثنائي موجودين دلوقتي خارج الإطار الفني خارج القوام اللي موجود للنادي الزمالك خلال مباريات الثلاثة اللي فاتوا الأربعة اللي فاتوا وده أثر بشكل كبير خاصة في الجبهة اليسر للنادي الزمالك فحتى ما هو خارج الملعب أثر على الزمالك بالسلب داخل الملعب فلما ديجي نشوف النهاردة لو يبتروي يعرضون سهل مش متعودين أن فرارة يكون شخصيته ضعيفة علشان علشان يكون قضة لبس هو مش عارف يحكم السيطرة تحت على قضة لبس في بعض في بعض الأمور خارجة عن أردته في بعض الأمور جات له من خارج قضة لبس من الأساس بعض الخلافات بعض المشاكل مع بعض اللاعبين ده أثر بشكل كبير جدا على قراراته لما يلاقي أن فيه اثنين خارج قضة لبس الزمالك وخارج تشكيل الزمالك في كل المباريات بس هو ملهوش زنب في المنضوع ده طبعا أنا بقولك بالإضافة للمشاكل الفنية اللي عند فرارة وأن السيارة ترجع على الخلف فنيا منذ بداية الزمالك ماتش في لامبو في أفريقيا والزمالك رغم أن يكسب خمسة كان عنده بشكل فنية كتير جدا وقولنا سعيدة الناس يمكن ما استساغتش الأمور لأنه ما كانتش شايفة ما هي شايفة أن زمالك كسب خمسة في أحد الأمور ماشى بشكل جيد لكن الأمور كانت واضح تماما من المشاكل الفنية منها تغيير مركز زيزو منها أن الراجل كان بيلعب بدأ في الخط الخلف رجع بقوه بيلعب بأربعة في الخط الخلف رجع تاني النهاردة بدأ بتلاتة لكن المشاكل هي بالمناسبة نفس المشاكل لم تعالج وده غريب جدا على فريرة مش بس قصة الانضباط داخل قط اللبس لأ كمان الجزء الفني لأ فيه مشاكل كتير جدا زمالك بيخترق من العمق بشكل كبير جدا جدا مش النهاردة هو بيلعب النهاردة بدأ لمباراة بخمسة تم اختراقه لما بدأ لما عدل الشكل الأربعة تم اختراقه مباراة لعبها لأ فيه مشاكل كتير جدا الفرقة مش مفهاش لحمة جوا الفرقة لأ فيه مشاكل كتير جدا جدا وده في النهاية بيوديك لفكرة انه لأ هي في الآخر هي وحدة وحدة المسئولية مش بس عند فريرة ولا فريرة ليس مدين لأ فريرة عنده بشكل كتير جدا فنية لكن فريرة جزء من المشكلة ليس المشكلة الأخطاء ضيان أو يصر على الخطأ ده والخطأ ده يتكرر فيه الأداء الفني لنادي الزمان شايف هل هو يقال ان وقد تكون طبعا يعني الحاجات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا يعني انه هو ما كانش عايز يكمل فهو ما كانش يعني هو مبسوط بالموضوع ده وعرف ان المنضوع ده هيصل به إلى نهاية معينة حيتم قالتو أو استقالتو يعني هو كان بيحضر لده لا هي القصة كلها هو فريرا مجني أم جاني يعني اللي هو المجني عليه واللي هو الجاني ده قصة كبيرة جدا جدا ممكن نتكلم فيها جمال ممكن نتكلم فيها جمال ولكن النهاردة ندر نقول جيم اوفر خلاص القصة خلصت وانتهت لفريرا مش من المباراة النهاردة من قبل المباراة النادي الاهلي وهي مباراة بيراميدز وخروج نادي الزمالك من الكاس النهاردة فريرا فاجأت كل انتو عمين تقولولي ارجع تاني طريقة اللعبة 3-4-3 أو 3-5-2 خلاص انا هلعب 3-4-3 ولكن انا لما اجي هلعب 3-4-3 وهاجي هلعب خط دفاع المتقدم يجي يلعب انه لازم يلعب ضغط عالي لو ملعب ضغط عالي بدأ انا بلعب بريسك بتاع الدفاع المتقدم ده بفيه مساحات ورا فانا اول ما الكرة تقطع لازم استرجع الكرة في مناطق الخاص ده نادي الزمالك النهاردة مكانش بيعمله غير في أول دقيقة في الشوت فقدان ثقة في النفس وتوهن في الملعب يعني النهاردة انا دلوقتي اتكلمنا مئة الف مرة وقلنا يا جماعة لازم كل باك يجي يلعب على عدلته الموضوع ده اخد من كلام جمال بيتكلم بيقولك ان في ظروف خرجة عن ارادة الراجل انه مرة واحدة لقى الباك لفت او واحد من افضل باك ليفت نيمار ولعب باك رايت عمر جابر انا دلوقتي لما اجلعب تلاتة اربعة تلاتة اهم حاجة جمال عندي ان انا عندي الاجنحة سوري الباك هي اللي بتقوم بدور المسندة الهجومية وفي نفس الوقت بيباع عندي عمق دفاعي وراء فالتلاتة الوراء بيلموا اي المشاكل ولكن النهارده لما زمالك لها بدفاع متقدم كل الكورة بتتقطع من غزل المحلة بتيجي على زمالك هجمة مرتدة وشبه انفراضات في ظهر الباك اللي مفروض ان النادي الزمالك عامل بخمسة في نص الملعب جي فريرا اكتشف في النص ان انا معيش الادوات ولا المقاومات اللي اتخليني اقدر الالعب خط موجود النادي الزمالك بيلعب مكسور الجناح او بيلعب داخل المباراستين سبعين في المية اقل من المية في المية بتاعته بسبب ان انا معيش باك ليفت ولا عرضية النهارده في الشوت الاولاني غير واحدة بس من سيد نمار على الجانب الايصر سيد نمار لما راح الشوت التاني وغير طريقة اللعب ولعب اربعة تسع عرضيات في الشوت التاني فقط من سيد نمار ده هنا يقولك المشكلة الكبيرة اللي فريرة برضو واقع فيها حاجة تانية سميعنا ان ما فيش مهاجم يخلص العرضيات غير ان ما فيش مهاجم يخلص ان انت شوت الاولاني كله انت بتلعب بطريقة تلاتة اربعة 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 عشان تعتمد على الاجناب والاجناب عندك تقريبا عطلانة وعمر جابر والسؤال هنا يبقى هو ايه دور عمر جابر منذ وصوله الى نادي الزمالك حتى اليوم انا لمعرفش اعرفش يا جمال لو يفتكر فيه اي اسست او فيه اي او فيه اي حاجة تعاملت من عمر جابر من اول ما جاء من سنادي للزمالك ما فيش اي حاجة خالص انت كلام او حالي بسؤال كده في الاهلي لما كان في مشكلة في الجناح الايمن كله قدامه وورا هو على طول لجأ انه هو فيه عشان يعوض النقص ده باكي مين خالد عفتاح بالزبط الزمالك اللي عاملش ده ما هو انا ارجع بقى للمركاتو الصيفي هو انت دلوقتي لا لا احنا خلاص يعني هو فجأة هو الزمالك خلاص مع مين دلوقتي لحد دلوقتي الزمالك خلاص مين زمالك دلوقتي بيحاول يقطع اعراض لاعبين فريرا نفسه مشاهم اول السنة يعني هو فريرا نفسه استغنى عن محمود علاء وبرضو شبانة واستغنى ودلوقتي النادي الزمالك عاوز يرجحه ومداخل في مشاكل كتيرة جدا اللي اندية بتاعتهم مش عاوز يقدروا يعوضوا النقص اللي موجودة على النادي الزمالك اللي موجودة ومشت فانا بقولك المشكلة كلها ان السكوات كله بتاع الزمالك سيء يعني بقولك فريرا مظلوم في حتة ايه زيليلا فريرا مظلوم في حتة اول حاجة ديكة الاحتياط بتاعته ومفيش خالص مفيش اي حاجة خالص بص ما سعب الاحتياط بتاعنادي اللي قال احتياطنا احتياطنا زمالك فرق اشاسع مفيش حد يقدر يشيد نادي الزمالك من بره دي نقطة نقطة تانية فريرا بقى جاني في ايه فريرا عنيد جدا 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 زي ما قلتلك في كذا حاجة اول السنة كان مصمم يلعب 3-5-2 ودي كان سبب من اسباب تفوق مارس الكولر الرهيب عليه في مباراة السوبر في الامارات طريق 3-5-2 بيبقى فيها نقص عدد كبير جدا للزمالك اللي ما بيعتمدش غير على الكورة العالية فقط في خط الدفاع فاي فريق بيلعب الزمالك بيلعب لوب لوك ما بيبقاش فيه مساحة انه نعلعب في ظهر الدفاع فبيقابل زمالك بيقابل مشكلة كبيرة جدا زائد ان الكمل فرص اللي بتتهيأ لفرودة نادي الزمالك رهيبة واضاءة فرص كبيرة جدا فنادي الزمالك عنده مشكلة فرص الحربة نادي الزمالك مشكلة عنده في الاجنحة اللي جابهم ما ملعبش واحد زي اندوى ده ما حدش عارف اصلا هو لعب كم مبارات امي لعب مباراتين فقط او ثلاث مبارات سامسون كمولا قليل جدا 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 باقي اللعيبة كلها ما فيش يعني النهاردة برضو من حاجات غريبة جدا احنا عايزين نتكلم عن صفقات نادي الزمالك الجديدة من ضمن طبعا سامسون بس ايه رأيك نروح نستعرض الحالات انا خايف في الوقتي يفصل لو احنا عندنا حاجات كلام تجير قوي النهاردة ماشي ايه رأيك نتكلم على حالات نادي الزمالك النهاردة نشتاق نبتلي نهاردة حالاتنا اول حالات بتاعت الحجمات بتاعت فرقة المحلة وانه تاني مع تغيير الشكل فرقة وعاد تاني رجع تاني ليه تلاتة في الخط الخلفي تلاتة في الخط الخلفي فيها مستين رقم واحد ناحية الشمالية ده الطبيعي طيب هل ده تعمل الشوط الاولاني تكلم فيها محمود وقال انه لا كان فيه مشكلة طيب نرجع للمهمة الاساسية انه عندي تلاتة في الخط الخلفي دول مفروض يعملوا عمق دفاع طيب الحالات يرجال يلا نبتلي نشوف حالات الدفاع الزمالك وبنتكلم طيب هم بيجهزوها دلوقتي لما بلعب بتلاتة في الخط الخلفي والراجل لجأ بتلاتة بعد ما لعب باربعة في مباراة الاهلي واستقبل تلاتة اهداف رجع تاني للطريقة اللي ناس كانت بتطالب بيها انه انت لعبت بيها السيزن اللي فات وانت عندك نقص في السكواد وقدرت تاخد بيها الدوري وقدرت ان انت ترجع من بعيد بعد ما كان الاهلي متقدم على جدوة بنفس السكواد بنفس السكواد لا بسكواد اقل السنة اللي فات الزمالك كان بسكواد اقل بكتير فهو جات مع التفرق ان دغوت كت قليل عليه الراجل كان جاي ومش مطلوب منه حاجة لان جماهير الزمالك كتعرفة كويس جدا جدا وقتما تولى فرر المسئولية انه بسبب اقاف الزمالك لفتراتها يقيد انه اقصى الامال والطموحات انه ياخد البطاقة الثانية المؤهلة الدوري ابطال افريقيا ويتأهل ثانيا على جدول ترتيب الدوري العام لكن الراجل عمل اقصى من الستندر او اللي كانت الناس مدوقعة ومستنية منه فبالتالي فبالتالي الراجل خد الكريدت ايه اللي حصل السيزن ده هو انفراط العقد رغم انه زمالك دم 11 لاعب في مركاته الصيف ودعم ودعم معظم الاماكن وارد جدا العدد هنا هل منضوع كمن ولا كيف المشكلة المشكلة الاكبر بالنسبة للزمالك هي في صفقات الاجانب هي اللي كانت فيها مشاكل كبير في الكواليتي لكن بالنسبة المصريين هو ضم افضل المتحين في الاماكن اللي عنده فيها مشاكل ضم افضل المتحين من القماش اللي قدامه لكن المشكلة كلها كانت في الاجانب يتكلف سامسون اكين اولا زكريا الوردي لا جديد لم يقدموا اي اضافة لنادي الزمالك بنتكلم على انه الجزيري اللي مستوى المترجع بشدة الموسم الحالي ويمكن واحد من الاخطاء اللي عملها في الريرة انه هوات كتير كان بيقعدوا رغم انه هوات كان راجع بحالة جايدة مع المنتخب التونسي في كاس العالم وقبل كاس العالم كان بيمر بحالة جايدة لكن الرجل كان بيقعدوا كتير اتنين هو حمزة المسلوسي اتنين اللي عيب هم اللي موجودين وبياشتركوا حتى ولو كان في تزبز احيانا في بعض المستويات وان كان حمزة المسلوسي بيقدم موسم المفرقة انه الموسم الحالي كما انهى الموسم الماضي لكن بداياته مع فريرة ما كانتش جايدة ابدا لكن الرجل مستوى او الثبات في مستوى افضل كتير حمزة المسلوسي طيب على بس ما نجهز للحالات انا عايز اسألك سؤال يا محمود اقالة فريرة في منتصف الموسم الناس بتقولك يعني نص العمى ولا العمى كله هل توقيت الاقالة يعني اتفاننا واختلافنا انه هو يكمل او ما يكملش هل هو الكيرف بتاعه بينزل او بينزلش وتفر كل واحد ده منضوع نسبي بس انا بتكلم على حاجة تانية بتكلم على توقيت الاقالة هل شايف انه هو ده التوقيت الانسب انه تم اقالة مدير فني في منتصف الموسم من وجهة نظر نادي الزمالك او مجلس دورة نادي الزمالك وده التوقيت الافضل نظرا لان اتحرق حاجات كتيرة جدا مع فرير انت طلعت من الكاس خسرت من نادي الاهلي في الديربي فرق النقاط بعد المباراة النهاردة وصل ل11 نقطة فانت تقريبا يعني مشهور الدوري بعد عنك والكاس ترع منك وانت داخل على تحدي جديد وهو افريقيا فانت عارف انت حتة التغيير او ممكن تكون ترنينج بوينت ان انا اجيب جهاز فني جديد بشغف جديد مع ان الكابتن وثامة نبيه كان موجود من فترة وكان مساعد المدرب وحاصل ما بينه ومن بعض مشاكل انه كان يقال انه كان عاوز يتدخل شوية في الصلاحيات الفنية وفريرة طبعا مفيش حد يقدر يتكلم معه في الكلام ده كله يعني كابتن وثامة نبيه هيكمل دي محدش عارف بس اللي ممكن نقول اللي كان مميز شوية الفترة فاتت عن الزمالك عن الزمالك السنين اللي فاتت ان المدير الفني لما بيجي بيقعد شوية يعني فريرة برغم يعني نادي الزمالك كان بيخسر مباراة كبيرة او بيخسر مبارتين ورا بعض او بتعادل مباراة وبيخسر مباراة بتلاقي قلع على طول الجهاز الفني ولكن اللي شفناه مع فريرة السنة دي ممكن يكون فريرة اكسبشن لان فريرة جمهور نادي الزمالك والزمالكوية عموما بيعتبروه البروفيسور يعني هو بالنسبة له من افضل المدربين جنب في التاريخ وعلى فكرة ده بسبب الكريدت بتاعه الكبير اوى عند جمهور نادي الزمالك هو قاعد لحد النهاردة يعني هو كان ممكن يمشي بعد مباراة مباراة النادي الاهلي كان ممكن يمشي بعد سلسلة التعادلات اللي كان لسه سلسلة الهزام اللي لسه كان بيكلم عليها ست هزام انه مكسبش ولا مباراة لحد دلوقتي في الفين تلاتة وعشرين ولكن خلاص انا زي ما بقولك هو وصل لاخر اخر الطريق لو فريرة قاعد النهاردة كان كسب نادي الزمالك او مجلس دارة نادي الزمالك انا قاعد يستناله على الواحدة من اي خطأ او اي تعادل او اي نزيف لنقاط الفترة الجاية ممكن يكون وجهة نظر مجلس دارة نادي الزمالك ان انا دلوقتي بضخ دم جديد بدوافع جديدة لمدير فني وطني مصري زمالكاوي اللي عيبة عندها حلاقة كويسة به والناس بتحب اسامة نبيه في النادي فهل ممكن يكون رسوف لقو في الاخر هي زي ما بقولك هي بطيخة يعني هنستعرض الحالات هنستعرض الحالات اكيد خنروح فاصل ونرجع بعد الفاصل نستعرض الحالات النهاردة للزمالك مع المحلة قبل ما انتقل للنادي الاهلي ارجوكم ابقوا معكم يا صباح الفل رجعنا لكم تاني بعد الفاصل كلنا منتكلم على اداء نادي زمالك يا جمال وكننا عندك حالات عايزين نستعرضها كنا بنتكلم على اداء زمالك يا جمال بتاعه قولوا فاصل ان كده لانه بيتهاوى طوال الموسم احنا بتكلم التالي من خامس مطش الاداء بالفاني بتاع النادي الزمال او سادس مطش انا مش عارف لها معلل العرقم خمسة سادس مطش ما هو قال لها المطور الخمسة بكده وعا صخح لي والله العظيم سادس مطش الاداء الكريو بتاعه يعني يشهد انحضور تمام كده طيب الحالات جاهزة نتكلم يلا نبدأ في الحالات بتاعتنا طيب قبل ما نبدأ الحالات هما ليس 6 مطش هي السيارة ترجع لخلف زي ما قلنا لكن كانت ببطء اللي حصل في 6 مطش بدأت ترجع لخلف سريعا ارجع تاني معلش ارجع تاني الحالة من اقول من اقول ارجع تاني الحالة بص الخمس مدافعين بتاني زمالك مفيش فرقة بتقف بعرض الملعب كده ابدا كمل بقى الفريم اللي بعده كمل الفريم اللي بعده والاتنين بتقع المحلة خمس اتنين فوسط خمسة الخمسة اللي اتنين مش ممسوكين بس وقف هنا الخروب بتاع الرجل وانا عندي تلاتة في العمق مفيش فرقة بتبقى مفتوحة من الخلف بالشكل ده فرقة لما تيجي وانت عكست الكدر وجبت الخلف في الاعادة بتاعت الجول هتقال فرقة دي مفتوحة من الخلف بشكل بشعة ما يمتعش فريق بيواقف بيدافع بالخمسة والخمسة في الكدر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الخمسة بالكدر واحد على نفس الخط اتنين مفيش مسك مفيش رقابة تلاتة اللعبة يعني هنا حسام عبدالجي يوقف بيعمل ايه طب بلاش حسام طب عبدالجي طب الزنار التلاتة اقفين بيعملوا ايه الزنار اطلع سب مكانه عشان يطلع يقابل طبعا خروج خاطئ والطرحيل هنا ناحية التانية من عمر جابر عمر جابر واقف مالوش علاقة بالملعب مالوش علاقة بالفرقة مالوش علاقة بواقفة الخط مش ماسك الراجل هنا ده جابري الأورك اللي سجل الجول الأولاني الراجل نيجيري ده الراجل ده واقف هنا الطبيعي بيعمل تخطيئة عكسية الراجل وينج باك عمر جابر لان جابري الأورك مش فرود جابري الأورك هو في الاساس جناح ايسر فالمفروض الراجل يخش كمان يقفل معاه طالما الزنار يخش يقفل كمل بقى الحالة اللي بعدها كمل نفس الحالة الفريم اللي بعده بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا بص ابتدى عمر جابر يصحى امتى بص كمان انا عايزك تبص على الراجل الناحية الثانية الباكليفت بتاع فرقة المحلة فإنك واقف لواحده الطب الراجل طالرا حميد مığımور طالرا من وسط الملعب واقف له واحده طب كريم مصطفى واقف له واحده طب الراجل الرقيح الارباع بيجري وراه ده الراجل هنا الراجل هنا سيد النمار اللي هو بلعبش في مكانه هو بغ ABOUT من الفرج على الكوره زيما عمر الجابر هو بفرج عليها برضو هو بفرج على الكوره الراجل طالرا طبعا وعواد ما كانش قدامه اي حاجة غير نخرج. لكن طبعا خروق خاطئ جدا جدا جدا. خرج بدري. ادى الراجل لتشانس ان هو يحطها منفقه. تمام. ادي الاولانية. طيب. هادي نشوف بقى هل دي كانت حالة والدت الصدفة وغلطة وعدت وارد. طب تعال نشوف. شوف الحالة اللي بعدي. ووقف واحد واحد. بس وقف يرجع. 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 هنا الراجل ماشي فريم فريم والباس بيتعمل. ماشي فريم فريم والباس بيتعمل ووقف. بعد ما الباس يطلع ووقف. بس اطلع كمان. بس ووقف هنا. مش ممكن. سبيس مابين الراجل الصتر الباك بعد ما قلبنا اربعة بقى. وهنتحكم في وسط الملعب. فانا قلبنا اربعة. فانا في خمسة. هhofنا المنزل. طب فاربعة المسافة ما بين الراجل الصتر الباك اللي في النص. محمل عبدالغاني وحسام عبدال٨ مجيد فدان. في عشرين يارضة ما بين الاتنين. طيب بالاش طيب الراجل حسام عبداللي وقف صح؟ لا الراجل لو مش اقاف كرة تحطي فين. تحطي في ظهروا. مش ممكن مش مفيش مفيش مدافعين في فرقة كبيرة يقفوا بالشكل ده ابدا في خمسة الوقوف خاطئ التمركزات غلط التحفيز غلط مفيش اي التماسك لو في وسط الملعب ولا في الخط الخلفي وتحط عليها كمان دي رقم اتنى ده الفريم التاني ماشي ماشي دي كان فرصة انفراض من كرة عادية جدا في وسط الملعب لكن لان الخطوط مدفوعة مفتوحة من الخلف زي ما قلت مفيش فرقة كبيرة بالشكل ده رقم ثلاثة حالة الجول التاني بص منتها البساطة الخروج منتها يعني خروج اشرف روق انا مش عارف ازاي نفس الشكل اختراق من العمق بالمناسب بالمناسب احنا بنتكلم على مطش الاهلي اهريك ان فيه جول الاهلي كان اختراق من العمق بنفس الشكل بنفس الطريقة نفس المشاكل وانا بالعب بالخمسة وانا بالعب باربعة للمرة المليون فريق مفتوحة دفاعاته من الخلف بالشكل ده طب محمد شريف جول محمد شريف مفيش ماسك القرى اللي خبطت محمد فتح وراحت الجول التاني نفس الشكل ونفس القضية ادي الجول التالي طب الرابعة نجيب الحالة الرابعة ده كل ده بنتكلم على شرط واحد المحلة امام الزمالك بص بص منتهى منتهى السوق في التمركز والتخطية لولا ان هي ضعيفة نوعا ما من كريم مصطفى كان هيبقى الهدف المحلة كان ممكن يخرج كسبان الزمالك في الشوط الاول اربعة صفر اربعة صفر امام الزمالك طبعا اداء صعب جدا جدا وينوقف بس الحالة ورجع الحالة دي من اولها تفضل امام حمود ماشي احنا كنا بنتكلم عن اما انا دلوقتي لما اجي العب خط ادفاع متقدم لازم يبقى الضغط بتاعي الشرس جدا 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 والكرة يبقى على طول معايا يلا يبقى عندي السنتر باك واحد من الاثنين او ثلاثة السنتر باك سريع جدا وعنده فيجين كويسة ان هو يقدر يسرق ويزبق المهاجم قبل ما كرة تلعب في ظهره او الحاجات تلعب في ظهر المساكين او الباكات ومن الافضل الناس اللي بتعمل الكلام ده في نصر محمد عبد المناء فما فيش بروفائل적인 مواجود كتير في الدور المصري ولكن انا اول حاجة مفروض اعملها شراصة في الضغط نادي الزي مالك النهارده تفاصيل صغارة او الكرة عبرها عن تفاصيل تفاصيل صغارة او الفرقة مع نادي الزي مالك النهاردة يمكن لو نشوف أول دقيقة في المباراة نادي الزي مالك ما الجاش اول خمسة واربعين دقيقة غير فاول دقيقتين أول دقائم 2. بالضبط نادي الزمالك هممكن يجيب جون والمطش يختلف والتختلف والكلام اللي احنا ععدين بنقوله الد frequently كان ها يختلف بشكل كبير جدا دي اول المباراة. نشوف هنا نادي نمشي بالحالة. بص الضغط الرهيب بتاع نادي الزمالك هنا. لا ده الهدف.. مع الحالات اللي بعد الحالات دي. عشان احنا خلاص لجمالي. احنا كده خلاصنا. اه ساركت على نفس الكلام.. في حالتين في حالتين لزمالك في أول دقارة أربع دقيق لا لا مش الحالات دي خط لا الحالة الفايل التاني ده أعتقد يا رجالة ده الفايل بتاع جمان هو نفس الحالات بس هو الحالة الأولى والتانية في ديئة اثنين والديئة ثلاثة تمام اللي زيزو باشي اللي أنا كنت عاوز أقوله لغات لما الحالات تتعادل أنا لازم أضغط ضغط قوي جدا عشان أقدر أن أنا أول حاجة أخلي الفريل قدامي ما قدرش يلعب اللونج بول أو يقدر يحضر من تحت زائد حاجة تانية أن أنا بلعب بريسك بخطة فعلا متقدم يبقى لازم الناس كلها تبقى عارفة أن احنا لازم كلنا نبقى كتلة واحدة وقريبين من بعض كان فيه فويدز وكان فيه جاب كبير جدا 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 ما بين التلات خطوط النهاردة وهي دي مشكلة نادي الزمالك من فترة كبيرة جدا نادي الزمالك النهاردة شوت الأولاني أول دقيقتين ضغط فيهم شوت التاني كله نادي الزمالك وسلملعب المحلة شوت الأولاني نادي الزمالك ما راحش أصلا استاد المحلة شوت التاني نادي الزمالك وسلملعب المحلة من أول ديئة 45 في الشوت التاني أداء نادي الزمالك تغير بشكل تماما وهنشوف دلوقتي بالحالات إيه اللي حصل ومدى الضغط والقوة اللي كان بيعملها نادي الزمالك وقدر منها أنه هو أول ديئة في الماتش ضيع كورتين كانوا كافرين جدا أن نادي الزمالك يكسب على الأقل يجيب جون 1-0 والشوت التاني كم من الأول ما نادي الزمالك ضغط زيادة سفل جزيري بضغطة واحدة منه في ساكند بول واعد سفل جزيري داخل أنا هنا نشوف هنا دي أول حالة موجودة معنا في أول مباراة بعد الصنطرة على طول بص الضغط الرئيب من لعيبة نادي الزمالك وبص التحول سريع جدا جدا زق على طول عمر جابر والعيبة كلها والناحة التانية برضو سيد نمار بطريقة المحتاجة على تنادي الزمالك ضغط رايبوس أول ديئة في الماتش كرة زي دي دي في ديئة الثانية الاربعين نفس لحظة بار أر أقف دي في الثانية الاربعين هل لو جون ده جيه كان أمورها تختلف كتير طب فريرة زنبو في الكور دي ده السؤال اللي أنا عاوز أسأله الموضوع كله مش فريرة بس بس هو مشكلة برضو في تحفيز اللعيبة يوفو فيه احنا خلاص نكلمنا عن حالات الدفعية اللي فريرة يتحمل جزء كبير منها ولكن في حالات رجمية بنستغر نشوف دي أول ما الكورة طلقت برة ضربة مرمى لغز المحلة على طول لعيبة نادي الزمالك ضغط رهيب علشان خاطر محدش من نادي المحلة يقدر يعمل بلده بص ده برضو خلاص دخلنا كده على ديئة ديئة وعشر ثواني ضغط رهيب سوف هنا سيف الجزيري بيطع كورة وإحمد سايزيزو وفرصة تانية كل ده في دقيقة مصر نادي الزمالك لما بيضغط ولكن حصل إيه بقى بعد الكلام ده لعيبة نادي الزمالك نسة الضغط تواهان عدم تكيز تواهان وعدم ثقة في عدم ثقة من المدير الفني في نفسه وعدم ثقة من اللعيبة في نفسها هنا برضو نشوف الكورة دي برضو دي كورة الهدف كورة لعبة أوفر ساكن بول واعت بص سيف الجزيري خد ضرب الجزال ضغط أول ما ضغطت الكورة دي في أول شوت التاني مجرد أن انت انت ضغط كنادي الزمالك كورة لعبة أوفر ساكن بول على طول ضغط رعيب من الثلاث الأمامي ومن نص الملعب ومن كل فريق وبالتالي نادي الزمالك قدر يحصل منها على ضرب الجزاء استمرز نادي الزمالك على هذا المنوال طول الشوت التاني ولكن كالعادة كم من الفرص الرهيب بيضيع من نادي الزمالك سيف الجزيري قراراته غريبة جدا في التلت الأمامي أحمد سايزيزو واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين قوي في الدورة المصر ولكن بيعيبوا بعض الشئ الفردية في مواقف كتيرة جدا 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 ولكنه بيقدر يصنع الفرق الوحيد النهاردة اللي كان أدى أداء راعي في نادي الزمالك كان إمام عشور ولكن وضح أن نادي الزمالك برضو متأثر بدنيا جدا جدا فيه إرهاق بدني كبير فيه جزء كبير جدا نفسي ومعناه من مبارات نادي الأهلي مؤثر عليهم وده باني النهاردة في الفنش يا جمال لانتشوف كم من الفرص الشوت التاني نادي الزمالك كان يقدر يتعدل وكان يقدر يكسب الشوت التاني الشوت الأولين فرق من الشوت الأولين الشوت التاني رهيب نادي الزمالك الشوت التاني نزل بمعنويات مختلفة تماما نزل ضغط بشكل كبير جدا ويمكن لو نشوف خلاص بقى رحالات ضغط الكبير نعمله نادي الزمالك قدر يصنع فرص كتيرة ولكن للأسف طب سؤالين كده سريعا في نادي الزمالك جمال انت كان عندك حاجة مهم عايزين نعرضها فيما لوصلها بأسامة نبي هل هيارف هل يقدر يدرب لنادي الزمالك واللأ بتكلم في الحاجات الأفريقية وكمان كان عندنا حاجة تانية قرناوت برضو والدوري قبل التوقف رقم واحد هل يستطيع كابتن أسامة نبي تدريب نادي الزمالك في أفريقيا وهذا ما أصير خلال الساعات الماضية وخلينا نقول قبل من نتكلم على كابتن أسامة تفصلتين كمان مهمين ودول يمكنهم مفاجئتين طبعا حركت كلامتي فيه الانترو على الكواليس بتاعت التعيين سؤال تاني مالاش أقوله كده تاني هل يستطيع هل يستطيع كابتن أسامة نبي تدريب الزمالك في بطولة أفريقيا بعد إعلان نادي الزمالك تعيينه كمديرة مفنية للفريق قبل من نروح بقى لإجابة السؤال خلينا نقولك على حاجتين مهمين جدا اللي هم علاقة بالكواليس اللي لها علاقة بالتعيين رقم واحد هقولك على مفاجئة الأولانية أنه في أحد أعضاء الجهاز اللي تم إعلانه لم يتم إبلاغه لم يتم إبلاغه إنه موجود في أي منصب تاني أنه في أحد أعضاء الجهاز اللي تم إعلانه ده لم يتم إبلاغه إنه موجود في أي منصب اللي احنا أعلنناه طبعا لم يتم إبلاغه وموجود في أي منصب يتبلغ إنه موجود في الجهاز لكن ما تبلغش وموجود في أي منصب اتنين واحد من الأعضاء اللي تم إعلانهم هو مش موجود أصلا في جائم لم يبلغ من الموجود ولا أنه في الجهاز إلا بعد الإعلان لم يبلغ عشان ما تسببش في حرج للناس يعني لكن الفرد الثاني وارد جدا ما تلاوش في الجهاز بكر والناس هتعرف مين يعني إحنا مثلا عندنا تقدر مثلا تقول أنت أكيد أصلا كابتن أسمى لبيه صح؟ مش كابتن أسمى لبيه خلاص يبقى أكيد مش كابتن يبقى أكيد الكابتن ما سامى محمد صبري عشان هشوفنا كابتن حسين ياسر كان قاعد في مطش الأهلي والزمالك وده أكيد ده معانا أكيد يعني كابتن محمد صبري مصبرت كابتن محمود فايز احتذر خلاص يبقى هو يا أيمن طهر يا جماعة هو يا أيمن طهر طيب خلينا خلينا نروح لكابتن محمود فايز وأسباب اعتذاره خلنا نروح لكابتن محمود فايز طبعا أنت بتغير الموضوع هو بيقولك كابتن محمود فايز كابتن محمود فايز فوجيه بإعلان اسمه دون التواصل معي تم التواصل معي تم كابتن محمود فايز تم التواصل من كابتن محمود فايز لا من حد من المجلس تم التواصل بعد الإعلان بعد الإعلان هو طبيعي أن أنا بتواصل مع أي فرض هيتقال اسمه سواء من أبناء الزمالك أو من بره نادي الزمالك قبل الأول بتتفق معاه منصبك هيبقى كذا وبعدين بعلنه فالراجل تم التواصل معاه وبعدين بعد الإعلان يعني اتعلنوا بعدين تواصلوا معي فراجل اعتذر لأسباب يعني يلا ملاش دعوة ملاش دعوة خلينا نتكلم عن كابتن قسامة نبيه كابتن قسامة نبيه أثير العديد من التساؤلات هل يمكن للكابتن قسامة نبيه خيادة نادي الزمالك إذا ما كان هو المدير الفني اللي مكمل خلال الفترة اللي جاية والناس كلها كلم بتتكلم أنه الكابتن قسامة نبيه لا يمكنه خلال الفترة اللي جاية كان ياخد نادي الزمالك لأنه معهوش لايسنس اي من الكاف وده اللي احنا ندور نوره عشان نشوفه وكانت المفاجأة لو نستعرض لنا الصورة بتاعة اللايسنس بتاعة الكابتن قسامة نبيه انه كابتن قسامة نبيه من اكثر من 6 سنين معه اللايسنس بتاعة الكاف ايه كاف كوتشنج ايه ليسنس من 10 جون 2015 رجل من 7 سنين معه لايسنس اي وهو موجود لما كان موجود في منتخب مصر اشتغل بي لايسنس ايه فيستطيع الكابتن قسامة نبيه تدريب نادي الزمالك الرجل مع لايسنس ايه لا بس رفع ليك يا جمال والله انا بحب الناس يا جماعة اللي تعمل الهومورك بتاعه وجمال شابو انت عملك الهومورك اشكرك شكرا جزيزا اه خلينا طيب نروح الفاصل ونرجع الاهد والله انا كنت عايز استعرض المنضوع الجدول الترتيب وده حاجة تبقى مشكلة طب خلينا جماعة نروح الفاصل ونرجع تانية استعرض جدول الترتيب بتاع الزمالك دي حاجة مهمة جدا قبل ما نروح سهيعا بقى النادي الاهي اه رجلنا لكم مرة تانية كنا قبل من اطلع الفاصل كنا نكلم على محمد جمال مشكورا اه عمل الهومورك بتاعه وجاب اللايسنس بتاعة كابتن اسامة نبيه هو كابتن اسامة نبيه يقدر يدرب فيه الحاجات الخاصة بأفريقيا طيب احنا قبل ما ننتقل بالز للنادي الاهلي اعتقد احنا عندنا عشر دهائق فقط قبل ما نختن اه نادي الزمالك وضعه في الجدول حاليا كنت عايز تقول حاجة مهمة في الموضوع ده قزمة كبيرة جدا جدا ناكبر من كل المشاكل الفنيات الموجودة عند نادي الزمالك دلاتي نادي الزمالك دلاتي بيحتل المركز الخامس على جدول الترتيب حلو في الجدول الخمستاشر في الجدول الخمستاشر امام مواجهتين لانتهي الدور الأول حلو أنه سيتم اعتماد جدول ترتيب الدور الأول. فإذا لم ينهي الزمالك أو إذا لم يستطع الزمالك أنه يتجاوز المطشين الجايين وأنهى خارج الأربع مراكز الأولين فهو خارج بطولتين أفريقيا. إذا أنهى في الثالث أو الرابع فهو في الكنفترالية الأفريقية. الزمالك عنده أزمة أكبر بكتير خلال المطشين الجايين إذا لم ينتهي الدور المصري قبل موعد الآن. وفي الغالب هو لن ينتهي قبل موعد الآن. فده اللي لازم الزمالك يركز عليه خلال مواجهتين وعنده مطشين صعبين جدا. الأول أمام فيوتشر وصيف جدول الترتيب الجولة القادمة ثم فرقه اللي بيعاني بشدة في مؤخرة الترتيب. فهم مواجهتين صعبين جدا لازم الزمالك يخرج منهم في المركز الثاني قبل فيوتشر إذا ما أراد اللي حق براكب دور الأبطال. أو عشان نكون دقيقين ضمان ضمان التواجد لأنه وارد يضغط الجدول ونخلص قبل موعد الإبلاغ. لكن لضمان التواجد لازم الزمالك ينهي لأن ده المراضي السنة اللي فات حصلت أزمة لكن الرابطة أبلغت. المراضي الرابطة جات قبل بداية الموسم أبلغت الجميع كتابيا ولم يعترض أي نادي. لا أهلي ولا زمالك ولا أي نادي اعترض. هتبقى أزمة كبيرة جدا عند النادي الزمالك. من الى جماعة نادي الأهلي النهاردة الأهلي بيفنش الراوند الخمستاشر قمة الترتيب عمل مطش النهاردة مع بنك الأهلي. الناس بتشوفوا نوعا على فترات. رأيكم إيه؟ خلينا نعرضوني ونستعرضوا الحالات بتاعت نادي الأهلي. أنا نتكلم بسرعة عن نادي الأهلي النهاردة. ما يشعب بالي جماعة من جهز الحالات بتاعت نادي الأهلي. نادي الأهلي بقى أقل أقل مجهود بيقدر نهاردة ياخد الثلاث نقاط وهو مش عاوز أكتر من كده النهاردة. مباراة آخر مباراة قبل كسل عالم الأندية. تمام. وكسبان الديربي وأول الدوري. دي الإحصائيات بتاعت المطش النهاردة 53 نسبة الاستحوائي للأهلي. 18 محاولة على المرمى. الأهداف المتوقعة 3.5. 3.5. بالزبط. فالنادي الأهلي نهاردة بقى أقل مجهود. قدر إن هو ياخد الثلاث نقاط عارف إن هو رايح دلوقتي كاس عالم الأندية. الحمد لله ما كانش فيه أي إصابات النهاردة موجودة عند نادي الأهلي. وبنسبة كبيرة نادي الأهلي رايح منتشي واللعيبة بتاعته كلها جاهزة. وزي ما بقولك النهاردة حسيت إن اللعيبة كانت دماغها في كاس عالم الأندية خلاص بفضل أيام دلائلة جدا. للزبط في كلهم كانش عاوز يحتك أو يبقى فيه أي إصابات أو أي حاجة. والنادي الأهلي بقى أقل مجهود النهاردة بقدر يكسب وبيتطمن على مراكز كتيرة جدا إنه مرورة عطية طبعا النهاردة كان يعني أول زور لي يبتدي أساسي. نفس الكلام خدا عبفتح لها بموتش يفات مساك ولكن النهاردة بلعب بك رايت وقدى أداء رائع جدا جدا. وما بقيتش أزمة حان تنجل تعال نشوف. يلا بينا. ماشي. عوزين نتكلم الأول قبل ما نرجع نيجي كرة من الأول بس قبل ما تيجي. إحنا دلوقتي بنتكلم دايما إن النادي الأهلي من الميزة اللي موجودة عنده دايما إن ببقى فيه تحرر للتلاتة بتوع نص الملعب. واحد بيبقى موجود دايما واقف كسكرينينج أو ديستروينج لأي حاجة ديستروير لأي حاجة ممكن ترتد على النادي الأهلي. ودايما بيزيد اللي مشهور قوي واللي معروف قوي إنه بيزيد هو حمدي فتحي ولكن طبعا كولر عارف إن حمدي فتحي الناس كلها حطت عينها عليه. فبقى يعمل حاجة غريبة جدا بقى بيحصل روتاشن ما بين حمدي فتحي وما بين ديانج وما بين مران عطية. واحد يزيد اللي اتنين يزيدوا واحد يفضل. مين بقى الواحد ده دي بتبقى بناءا على الموقف في المباراة ونشوف هنا بس. لا مش شرط هي ما بين شرط. هنا نفس الكلام برضو الكرة بتتلعب في ظهر الدفاع على الأجناب بييجي هنا أحمد عبدالقادر. وعاوز أقول لك برضو الميزة مع كولر لنادي الأهلي هي الزيادة العددية جوه نص جوه الثمنتاشر. شوف هنا كام واحد من لعيبة النادي الأهلي ثلاثة. مين اللي قطع ده؟ اللي قطع ده مروانة عطية واحد من الثلاث لعيبة بتوع نص الملعب النادي الأهلي. وعاوزين نسأل أداءه عامل إيه؟ يعني شايف أداءه عامل إيه مع؟ لا ببداية مباشرة جدا جدا جدا. العيب كان مهم جدا وعاوز أقول لك أن اللعيب ده كان يعني نادي الزمالك محتاجه أكثر من النادي الأهلي. عشان كده العيب ده كان مهم جدا في منظومة نادي الزمالك في الطريقة اللي كان عاوز إيه لعب بيها فريرة. عاوز بقى أقول لك هنا احنا قلنا الكرة الجودي الأول اللي حصل إيه؟ مرانة عطية هو اللي كان زايد من نص الملعب وهو اللي عملت دربكة جوهة الثمالك وفي الآخر والنادي أهلي دي الحزم منها. النهاردة نفس الحالة الجوني التاني بالنادي الأهلي حمدي فتحي برضو بيدخل جوهة الثمالك بيعمل دوشة جوهة الثمالك والكرة بيبي فيها حظ كبير لتوصل لمحمد شريف. ولكن الزيادة العددية محمد فتحي لو مش موجود هنا مرانة عطية لو مش موجود هنا ديانج لو مش موجود هنا مش هتلاقي الدربكة ومش هتلاقي الدوشة اللي بتحسي جوهة الثمالك ووهي دي الميزة دائما اللي بيعملها مارسر كولر وبيقدر ان هو يكون فيه رقيب يعني النهاردة كنا بنشوف مثلا محمد فتحي ومحمود السيد على طول المسكين ألي ودينك. فيه ما على حالة بس معرفناش نجيبها الحالة دي كان ايه محمود السيد ماسك حمد فتحي حمد فتحي قم نزل قدام التمنتاشر بتاع النادي الأهلي فديانج هو اللي زاد فهوه في النص مش عارف يروح يمسك مين فهي دي كان تلميزة نهارة نكمل بالحالات ممكن جمال بقى يكمل برضو والحالات يشرح الحالة هنا من نحشي. مارسل كولر كلمنا المباريات اللي فاتت على انه نقب بس فريم ثانية بالضبط. اكلمنا المباريات اللي فاتت انه خلق جابها جديدة نحية اليمين لأهلي طول الوقت يمشتغل بن ناحية الشمال وبتاني يعمل الخلخلة ويروح ناحية اليمين ويلغبط المنافس. من ناحية معلول طبعا طول الوقت ه الرقا ٨٥ سنين اللي فات ومعلول وقق أي جناح بيلعب قدام معلول. الجديد اللي عمله مرسي الكولر انه خلق جابها يمين راح جاي النهاردة غير كل الكلام ده وركز اللاعب كله رجع تاني اللي ناحية الشمال وركز على احمد عبدالقادر ليه لان محمد هين الرئة اللي خلقها ناحية نمين مش موجود بيرياحه النهاردة عشان كسل العالم فالرجل بيشتغل كل الشغل الهجومي من ناحية احمد عبدالقادر بكل التحركات والزيادة الهجومية من العمق دايما كلها بتيجي من ناحية الشمال اه اتلاقي الخروج الخروج بمتهى البساطة مين اللي مكمل ومين الغلطة هنا بيتكلم علي احمد عبدالقادر الشغلو كلا بيителей بواست بمنتهى البساطة اه محمد شريف كله لان هي تعطي الضايفة محمد شريف كمل كمل الحالة اللي بعدها السريع البتتنises رجال الحالات التركيز في نفس الشكل التركيز على الناحية الشمال الرجل استلم رائحة الكرة ناحية الشمال كمل كمل تاني كمل اللي بعده الحالة اللي بعدها اشعر الوقت احمد عبدالقادر ناحية الشمال. النهاردة الرجل ودى ودى لعبه كله ناحية الشمال. ما بقاش بيشتغل على الجبهتين خاصة بعد منها الخلد عبدالفتاح. الشغط التاني. بقيت الجبهة الشمال هي اللي بتشتغل اكتر. نفس الكلام احمد عبدالقادر. والخروج من ناحية الشمال بالشكل ده وقفشة. والتصويبها طبعا كان بيحاول يفاجئ بيها آآ محمد ابو جبل. نفس نفس القصة. البنتريشن. البنتريشن والتصويب. البنتريشن والتصويب ده اللي بحاول يشتغل عليه طول وقت. وخصص فقرة قبل المران كنا في الملعب النهاردة. قبل المران على التصويب. من خارج التمانتاشر. اه. التصويب من خارج التمانتاشر. وديه طبعا كان اخطر اجمة على النادي الاهلي. خلينا اقول لك انه مارس الكولر. مارس الكولر. مم. لو يعرضونا نجازونا بقى بتاع المقارنات. المقارنات يا رجالة مابين. احنا عندنا فايلر وعندنا موسيمانيا وعندنا فريرة وعندنا كولر. اله اه دلوقتي بعد احنا الجماعة المقارنات دياً تم عدداً من الزمله. اه بعد انتاء عشرين مباراة. اول عشرين مباراة لكل مدرب. اه. سواء اه اه فايلر موسيماني او اه مارس الكولر. ده ما يخص النادي الاهلي. وفريرة طبعا بعض رحيله النهاردة. شوف او قدم ايه في اول عشرين مباراة بحكم ان فريرة مدرب واسم كبير. فلازم تحط معاهم في المقارنة بحكم ان الراجل راح لنهاردة رسمية لعند تدريب ندي زمالك فخدنا اول عشرين مباراة لكل مدرب. طبعا كان اه 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 اول عشرين مباراة. وده صاحب النجاح الساحق. طب. كانت المشكلة عند فايلر الاستمرارية. عشان كده اخر جملة هقولها انه مين هال كولر بقى يكمل على المسيرة. لانه مسيرة كانت ازمة الكوفيد وقتها. طبعا. وتوقفت المسيرة. عشرين مباراة لفايلر. منهم مباراتين مع كانو في دوري افطال افريقيا تجاوزهم. بعدين قدر يكسب ستاشر مباراة متتالية في دوري في الدوري العام. وتعادل في المباراة رقم سبعتاشر. وكان العشرين مباراة دول قبل التعادل ده. فالتعادل ده كان في دوري افطال افريقيا. طمام. فصاحب اعلى اعلى رقم في تسعتاشر فوز من العشرين. موسيماني. اه 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 اول عشرين مباراة. فاسهر بعتاشر مباراة. تعادل في اتنين. واخسارت تلات مبارايات. اه اه ده موسيماني لكن هو في الترتيب. اه 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 لهم كهس عالم اندية في الترتيب وده طبعا اللي خلى ان عنده خسارة لان الموسماني كان بدء برضو رن عظيم جدا مع النادي الاهلي فوجب بالذكر احنا قولي ان كان فيه كهس عالم اندية اللي بعده جماعة لكن في التصنيف كعدد اقل فقد نقاط كان مارسيل كولر يعني بس بيطلق بطل الترتيب بلا خسارة حتى الان يتساوى مع فايلر بلا خسارة لحد ما يروح كهس العالم الاندية لكن هو خلاص اتم العشرين مباراة يعني 16 فوز مع مارسيل كولر اربعة عادلات وهقف نص دقيقة قبل ما نروح لفريرا مارسيل كولر مارسيل كولر الراجل ده ما قدمه خلال العشرين مباراة دول جدير بالذكر اما نتكلم على مارسيل كولر بلاعب اقوى فرقة في التصنيف في دوري اطال افريقيا دول اتنين وتلاتين يفوز ذهابا ايبا مارسيل كولر بيفوز على الزمالك مرتين في شهر ونص يفوز على الزمالك في بطولة السوبر وياخر ثم يفوز عليه في الدوربي يفوز على بيراميد بالثلاثية بلا هزيمة حتى الان اقوى هجوم اقوى دفاع لذال مارسيل كولر نقدم الكثير لنادي الهدو نروح لعلى اخر ايتم معنا في احنا ادخل معنا 30 سنين اشان مش فريرا جسفالدو فريرا اول عشرين مباراة ثلاث خسائر اربعة عادلات 13 فوز هذا ما قدمه فريرا في ليلة رحيله عن نادي الزمالك في مبارياته العشرين الاولى مقارنة باول عشرين مباراة لكل مدير فني طبعا فريرا قدم الكثير لنادي الزمالك لكن بدايته بدايته ما كانشش بالشيء الجيد زي ما كانت الفترة الوسطية في فترته الحالية وفي النهاية انها بشكل غير جيد معنادي الزمال انا بشكرك شكرا جزيلا محمد جمال بشكرك شكرا جزيلا بشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر الى هنا مشهده نكون وقد وصلنا لنهاية حلقة النهاردة شكرا شكرا جزيلا تسمعوا الخير